هو تقريبا نفس الموقف من هذه المرسومة 54 هداية والقانون هداية كما قلنا سيء الذكر واللي هو جاي لحل المشكلة بالعكس المشكلة ما تحلتش من البرح باركة أنا نقرأ في رجعت العركة ما بين الصفحات ورجعت الأجهزة تخدم في الصفحات باش تصفح سباتها من خلال الصفحات وهو تعمل أساسا للجرائم هذية صفحات شهيرة جدا معروفة على الفيسبوك اللي هزت المشهد السياسي ونفضاته وطلعت الواطي وهبطت الناس معتها في مستوى عالي ياسر وخلقت معتها تقريبا زعمات سياسية من ورق من لا شيء هي رجعت تخطي ويتحكموا فيها نفس المجموعة اللي نعرفوهم اللي هم خارج البلاد ورجعت تصفيت الحسابات داخل أجهزة متاع الدولة وأجهزة حساسة جدرة الداخلية وفي البلايس وقاعدين ينشطوا فترة من فترات خافوا توها رجعوا بقوة وعجزة كل القوانين ووزارة الداخلية وكل كذا أنتوا لحق المجموعة هذية هام في توركيا هام في فرنسا هام موجودة وكملوا في نفس الخدمة قلنا هذا يا خليف هذه الممارات رابع نشو ما نعملوا شيء مشينا حتى المتاة وحكينا مع فيسبوك وحكينا مع على انستغرام وحكينا هذا كل رابع نشو ما نجمش سكرهم حتى تسكرهم لهم يعودوا يرجعون بنفس نفسه شنو اللي بقاها بقاها كالمثال يقول لك أسد علي وفي الحروب نعمة معاها في الحرب الحقيقية ضد الجرائم السيبرينية اللي من المفروض استهدفها هذا المرسوم الرابع خمسين فشلة العباد يعني نشوفوا فيهم الناس اللي قطعوا في معنتها تقريبا أعراض العباد والناس اللي خرجوا في الأساطير بما فيهم أسطرة الغواصة اللي اكتشفت اللي هي هطع ثلاثة أيام موجودة في موقع من المواقع الشهيرة جدا اللي شهرة بالقصص الغريبة الأطوار كما القصة متاع اغتيال الشهيد شكري بالعيد واتهام رفيقة بسمة واتهام زادة الأخت مباركة اللي هي من اغتالت محمد براهن معتها نفس المكان هو الخرج القصة متاع الغواصة وبعد يكا ما نعرفش هو السمير يقول راح كهالي زميني أخذها عن زمينه ولكن أنا البارح مثلا اكتشفت اللي هي هابطة عندما يقارب ثلاثة أيام ولا أربع أيام في موقع من المواقع اللي تعمل لها الأربع وخمسين هذه لكن الناس عاش زيب اللي هما يواجهوا الجانب هذه لذلك شن هو تعمل ولا يستعمل هدايا خاصة الفصل 24 منه يستعمل ضد الشكول ضد الصحفيين وضد الناشطين السياسيين وضد حتى الشباب العادي رأوا احنا توبت سام ذكرة يمكن ثمانية جداش عشر يسامي حداش الاسم بين سياسيين ومحامين وصحفيين رأوا الأخطر ثم مئات عشرين مئات 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 من الشباب اللي تحالوا على الأربع وخمسين ما نعرفهمش أحيانا هلا مثلا واحد يكون يقريب من جمعية ولا ولتحومت ويعرف واحد حقوقي هلا يتوسط له يهبط عليه بيان ولا يتحكي عليك شوي أما اللي ما همش معروفين همش معروفين خدام لذلك نقوله بكل بساطة العديد من النواب كانوا معانا هنا في البلاتوها دا ووعدونا باللي هما يقدموا مشاريع قانون لتنقيحه خاصة في فصل 24 ماذا بنا الكلام والوعود لحتو هنا توضع موقع التنفيذ للإنهاء مع الميرف هذية لكن دعونا نقول لكن يجب نقوله هذية لكن راو موش كان لفصل 54 خطر راهو يكفينا ومنا قلت في فترة من فترات في مقر نقب الصحفين ومع زملائي الصحفين وحنا نعالجه في المسائل هذية لأنه نستوى مركز على الفصل 54 لأنه فيه طرح سياسي مرتبط اللي هو سن رئيس الجمهورية في إطار المعركة لكن أحنا على الأقل كأعلميين موش كان 54 راو يعنينا يعنينا زادها مجلة الاتصالات وتعنينا المجلة الجزائية اللي فاها فصول أكثر معنتها شراسة في علاقة بحرية التعبير وفي علاقة بمهنتنا الصحفية حتى من 54 في حد ذلك لذلك الناس اللي تعنيهم الطرح السياسي فقط من حقهم اللي هم يحكوا كان على 54 لأنه سنوا رئيس الجمهورية قيس عيد أما أحنا كأعلميين يجب أن نذكروا 54 يجب أن نذكروا معاهم مجلة الاتصالات ونذكروا معاهم المجلة الجزائية وخلي ننظفوا على قاعدة هل المجلات هذية اللي الدين حرية التعبير وتمس من جوهر مهنتنا الصحفية نقطة ثانية للأسف المية وخمسائل ستاشل المتين مش يبقوا مرسي رأوا من ضمن المسائل اللي تأسف اللي يبقوا ثماش نسناه مرسو خي ما كانش عندنا الوقت بش تحولوا إلى قوانين كان عندنا الوقت ونحسنوهم خدمنا في ورشات صحفية على تحسين لأنه وحنا الصحفين من داخل نعرفوا شنية نقاط الضعف الموجودة في المية وخمسائل وشنية نقاط الضعف وتعاملت معتها حلقات دراسية وحددنا كل شيء لكن للأسف شفت علش أنا دي ما نقول للإعلاميين خوضوا معارككم خوضوا معارككم بكل دقة وما تخلوش معارككم معنتها ملقاط في الطريق ليستثمرها من هبة ومن دب لأنه في الأخر يستثمرها لأسباب سياسية وفي الأخر ما تتحلش لذلك حتى المية وخمساش اللي الناس كل تحتاج به وقت اللي طالبنا باش تتحول إلى قوانين ما حب يعديها حتى حد بالعكس الناس تو جزء منهم اللي يحكوا ويتزيدوا في علاقة بالديمقراطية خرجونا معنتها عملونا مشروع قانون على المية وستاش لو لا لولا إن مشينا من مجلس المستشارين وتصدينا له بأصواتنا وأجسادنا باش ما يتعديش معناتها هيك المخترحة متاع اتراف الكرامة ومعاها مجمعة القروي ومعاها من المجموعة الأخرى تاو الديمقراطية برشا بأجسادنا وبأصواتنا وقتها سناد الرخص دون بأجسادنا وأصواتنا بكل شروط مباشرة دون راوا تعدى القرار هدايا وراوا المشهد الإعلامي أكثر تعفن من الوضعية اللي فاها تولي لأنه بطبيعتهم يتعفن لذلك نختزل بكل حاجة الفصل 54 سيئ الذكر مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية هذه هي هدف ومعركة الصحفين يركزوا فيها وما يحبسوا إلا كينهوا المعركة هدية ما تكونش معركة وقتية